اشتركوا في القناة احددت اكبر سلسلة بقالة في المملكة المتحدة لكل عامين شراء فقط ثلاثة عناصر لكل من الطماطم والفلفل والخيارة وقال محللون متخصصون ان السبب الرئيسي في تلك الازمة هو الاحوال الجوية السيئة التي افسدت المحاصيل في اسبانيا والمغرب اسو تعتبر اسبانيا والمغرب من الموردين الرئيسيين للاغذية الطازجة للمملكة المتحدة اسو تعرضت اسبانيا والمغرب لتقص شديد البرودة بشكل غير عادي ادى الى الغاء رحلات السفن التجارية وهذا يعني شحن منتجات اقل الى بريطانيا بالاضافة الى تلف وفساد تلك المحاصيل من ناحية اخرى اعلن مكتب الاحصاء الوطني في بريطانيا ان 25% من الشركات التجارية تتوقع ذيادة الاسعار في السلع والخدمات التي تبيعها خلال الشهر المقبل بس يعتزم ما يقرب من نصف الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الاقامة والطعام على رفع الاسعار وهي اعلى نسبة تسجل في جميع القطعات وتعاني بريطانيا من ازمات اقتصادية تحن على خلفية ارتفاع اسعار الطاقة وتدعيات الحرب الروسية الاوكرانية والتفاكم التضخم الذي اثر بشكل كبير على الاوضاع المعاشية لاغلب الاسر في بريطانيا قم بريطانيا الى الولايات المتحدة الامريكية والازمة التايوانية قالت صحيفة وولستريت جورنال ان الولايات المتحدة تخطط لارسال بين 120 جنديين الى تايوان خلال الاشهر القادمة ويأتي ارسال الجنود الامريكيين الى تايوان كجانب من دعم ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن المستمر لتايوان وذلك لمواجهة الضغوط الصينية التي لم تستبعد ابدا استخدام القوى للسيطرة عليها وقالت رئيس تايوان ان عدد صغير من القوات الامريكية يتواجد في الجزيرة من اجل المساعدة في التدريبات العسكرية مشيرة الى ان الجيش الامريكي سيدافع عن تايوان في حال تعرضها لهجوم صيني بدوره اكد وزير الدفاع التايواني ان بلاده يجب ان تكون مستعدة للحرب مع الصين معربا عن ثقته في قدرة القوات التايوانية على صد الغزو الصيني وكثفت بيكين من الضغوطات العسكرية والدبلوماسية ونفذت تدريبات جوية وبحرية حول الجزيرة واقنعت بعض الاقاليم التي تدعم تايوان بالتوقف عن ذلك ولمن لا يعلم تتمتع تايوان حاليا بحكم ذاتي على الرغم من ان بيكين تحتسبها اقليما متمردا على سلطة امورية الصين الشعبية الكبرى ولا يجب ان تتمتع بأي نوع من الاستقلال اما تايوان فترى انها الاحق في حكم كل من تايوان وجمهورية الصين الشعبية بكده نكون وصلنا نهاية جولة الاغبارية اشكر حضراتكم شكرا جزيلا كان معكم محمد جمال والى اللقاء في جولة اغبارية جديدة من صالة تحرير عليه وسلم